في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة وتنفيذا لخطط وتدابير العمل الأمني الاستباقي للتصدي للأعمال الإرهابية وفي عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية تم تحديد هوية تنظيم إرهابي والقبض على 47 من عناصره وإحباط مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية في الأيام المقبلة تستهدف زعزعة الأمن في أنحاء البلاد كما تم ضبط كمية من المواد شديدة الانفجار وأسلحة نارية في مخابئة سرية بعدد من القرى تركزت وسط مناطق مأهولة بالسكان ومنها ورشة لصناعة المتفجرات ومعمل لتحضير المواد المتفجرة ومواقع للتخزين ومن بين المضبوطات قنابل محلية الصنع جاهزة للتفجير ومواد أولية تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة منها مادة سيفور وتي اي تي بي ونترات اليوريا والنيترو سيليلوز بالإضافة إلى ذخائر حية وقوالب لعبوات مضادة للأفراد وعبوات خارقة للدروع وغيرها ففي إطار جهود المتابعة المستمرة وفي ضوء المعلومات التي تم التواصل إليها من خلال أعمال الرصد والبحث والتحري وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية تم القبض على عناصر التنظيم الإرهابي المذكور بعد وضعهم تحت المراقبة المكثفة والمستمرة حيث تبين أنهم من أخطر العناصر الإرهابية التي تعمل من خلال شبكات عنكبوتية كما تم من خلال أعمال البحث والتحري تحديد عدد من المواقع المستخدمة في تخزين مواد التفجير والأسلحة محلية الصنع بعدما تم تحويل بعض منها إلى مخابئ السرية تحت الأرض وإخفاء المواد المتفجرة بداخلها وتشير نتائج أعمال البحث والتحري إلى أن التنظيم على صلة وثيقة بجهات إيرانية وبعناصر إرهابية مقيمة في إيران فضلا عن تلقي عدد منهم لتدريبات عسكرية بإيران على استخدام الأسلحة وتنصنيع المتفجرات ويعد الكشف عن هذا التنظيم استمرارا لسلسلة من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي ومحاولات زعزعة لأمن واستقرار مملكة البحرين من خلال عمليات إرهابية منظمة يتم إدارتها من إيران وتشمل التخطيط والتدريب والتمويل وتهريب المواد المتفجرة والأسلحة والعمل على تقسيم العناصر الإرهابية المنفذة إلى شبكات متخصصة بالتهريب وبصناعة وتجهيز العبوات وبالتخزين والتوزيع والتنفيذ وإيواء العناصر المطلوبة وتهريبها علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة ومتواصلة للكشف عن أي أعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي وكشف ارتباطهم والعمل على القبض على من تبقى منهم وتقديمهم للعدالة وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على تعزيز الأمن في كافة أنحاء البلاد والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين معربين عن تقديرنا لكل ما نلقاه من دعم ومساندة من جانب رجال الدين والإعلام وكافة المواطنين حيث يبقى ذلك هو السند الوطني الداعم في حفظ أمن الوطن وحماية مكتسباته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة